الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن وعلاه أما بعد أهل أخوة الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول الله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون ويقول الله تبارك وتعالى قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ويقول الله تبارك وتعالى وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون ويقول الله تبارك وتعالى إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وغير ذلك من الآيات المباركة من القرآن التي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أن صراطه مستقيما كما في الآية من صورة الأنعام التي تلوتها وأن هذا صراطي مستقيما والآية دي ربنا سبحانه وتعالى ذكر بعد ما ذكر وصايا قيمة أمر فيها بأمور هامة ونهى فيها عن أمور هامة وكل الشرائع اتفقت على هذه الأمور كما قال ابن عباس رضي الله تعالى أنهما نهى عن الشرك ونهى عن عقوق الوالدين وأمر بإقامة العدل وأمر بالإحسان إلى الوالدين وغير ذلك من الأمور العظيمة بعده ربنا قال وأن هذا يعني المؤشار إليه في هذه الوصايا وأن هذا صراطي مستقيما الصراط يا هو أن ابن القيم في كتابه القيم بدايع الفوائد قال الكلمة دي كلمة صراط مشتقى من صرط الشيء أصرطه إذا بلعه بسهولة وانتبهوا الكلام دا ما عبث لأنه بمشي بيه لنقطة تانية قال إذا بلعه بسهولة دي أصلا اشتقاق هذه الكلمة في اللغة العربية تقول صرط اللقمة إذا بلعت أجنو بسهولة قالوا العرب ما بيسم الطريق صراط إلا إذا كان طريق سهل وطريق واسع وطريق مستقيم وطريق مسلوك وطريق موصل إلى المقصود قال الذي يتتبع كلام العرب واستعمالهم لهذه الكلمة بيلقى إنه الكلمة ديما بتطلع من هذه الأمور الخمسة ونقل في ذلك بيتاً لجرير بن عطية الشاعر المعروف قال يمدح أميراً من الأمراء قال وأمير المؤمنين على صراط إذا عوج الموارد مستقيم فالصراط بيكون ساهل الصراط ربنا سبحانه وتعالى ساهل ما فيه صعوبة ما فيه صعوبة وبيكون واسع الصراط ربنا سبحانه وتعالى واسع وبيكون مسلوك يكون مسلوك لأنه أصلاً صراط دي على وزن فعال في اللغة والوزن دي يأتي على مفعول فصراط بمعنى مسروط يعني مسلوك كما تقول فراش بمعنى مفروش وكتاب بمعنى مكتوب فالصراط ده مسلوك سلكوا ناس قبالنا وفازوا بجنات النعيم وهم الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وموصل إلى المقصود يعني أنت لو سلكت حتصل إلى المقصود وما في أعظم مقصود من الجنة شكت ربنا قال فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ده أعظم مقصود الإنسان يخد نصب عينيه الجنة إنك تخش الجنة الجنة ما بتخشه إلا بسلوك هذا الصراط المستقيم وربنا في القرآن ذكر في آيات كثيرة أن صراطه مستقيما بل قال في صورة هد على لسان هد عليه السلام ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم إلا في موضع واحد في القرآن عبر عن هذا الصراط بأنه طريق مستقيم ما قال صراط مستقيم قال طريق مستقيم كما في صورة الأحقاف على لسان مؤمني الجن أنهم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ما قال إلى صراط مستقيم أول حاجة ليه الجن مؤمني الجن ليه قالوا أنزل من بعد موسى مع أنه بعد موسى في عيسى عليه السلام وليس بين عيسى وبين نبينا محمدا رسول قال العلماء قالوا لأنه بعضهم قال قالوا لأنه كانوا على دين اليهودية كانوا على دين اليهودية لكن الصحيح ما ذكره العلامة بن كثير أنهم قالوا أنزل من بعد موسى قالوا لأنه قال لأنه كتاب موسى هو العمدة كتاب موسى وجاء عيسى عليه السلام كأنه متمم لما جاء به موسى عليه الصلاة والسلام لذلك الجن قالوا أنزل من بعد موسى وما قالوا من بعد عيسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم ابن القيم قال كون الجن يعبر هنا بالطريق من غير الصراط قال ده فيه فائدة بديعة قال ليبينوا أن هذا الرسول الذي جاءكم وهو محمد عليه الصلاة والسلام ليس بدعا من الرسل كما قال تعالى وما كنت بدعا من الرسل ما جابه رسالة جديدة ولا هو أو الرسول عليه الصلاة والسلام لا إنما سبقه في ذلك رسل كما سبقه موسى وغيره من الرسل ساروا على هذا الطريق فجاء هذا النبي محمد صلى الله عليه وسلم على ما سار عليه الأنبياء من قبله شاكد الله قال له في صورة الأنعم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اغتدي شاكد قال الجن قالوا طريق مستقيم وما قال صراط مستقيم ودي فائدة بديعة ما ينتبه لها إلا من أعطاه الله تعالى فهما ثاقبا طيب هذه النقطة الأولى النقطة الثانية الصراط المستقيم ده شنو الصراط المستقيم إن ربنا سبحانه وتعالى يعبد وحده لا شريك له والنبي صلى الله عليه وسلم يتبع وعبادة الله على بصيرة واتباع النبي عليه الصلاة والسلام على بصيرة تابض الله على بصيرة يعني علم تتبع النبي عليه الصلاة والسلام على علم كده انت بقيت في الصراط المستقيم وبقيت انت مستقيم وإن شاء الله تنجو يوم القيامة وتدخل الجنة أي ذو الفارق الدرب ده ده بيقى متطرف وده علاقة الكلام ده كله بعنوان منبه ما هو متطرف ده يعني بيقى طرف مش كده والتطرف نحن ما بنفهمه بفهم الغربين نحن ما عندنا نشغل بالغربين لأنه الغربين ديل ما بيرضوا عن الاسلام ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم بيوصفوه بأوصاف سيئة كما وصف أثلافهم الرسل قالوا الرسل مجانين وقالوا سحرة وربنا رد عليهم وقال هم أولى بهذه الأوصاف لأنه عشان بعدين لما نفتح فرصة ما تجي انت يا علماني ولا الكوز ولا غيرك تعرف لاي التطرف بتعرف اليهود والنصارى والغربين ديل ما بيهمونا كثير ولا كلام فينا ما بيهمنا كثير ولا بيأثر فينا بحول الله تعالى وقوتي الطريق المستقيم دا الله غلقنا وخدت لنا طريق مستقيم قال لنا أسلك وما تفارق عشان كده قالوا لا تتبعوا السبل السبل ديه شنو هي طرق الضلال أفتع غوص بيجاي دخل اليهود والنصارى وأهل الشرك والأوثال دخل الشيوعين دخل العالمانين دخل أهل البدع والأهواء الأخوان المسلمين أنصار السنة غير البلاغاتية كلهم دخلوا وقفل الغوص ولو ما دارت أكفلوا قال لي مفتوح على كيف فيمتا دال كلهم دخلوا نجوه ديها السبل اللي ربنا نهانا قال ولا تتبعوا السبل ليه قال فتفرق بكم عن سبيله لو اتبعت السبل انت فارقت سبيل الله وهو الطريق المستقيم وما يجي صوفي يعمل فيها الود فاهم ويقول لك ربنا قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولنا ويتو قلتوا لا تتبعوا السبل ما نحن القلنا الله قال لا تتبعوا السبل والله قال والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبولا وكلام الله ما بيطناغط أبدا ما فيه تناغط ولا فيه آية بتعارض آية تانية أبدا ولا حديث صحيح بيعارض آية ولا آية بتعارض حديث صحيح ونتحدى أي شعبي تابع للترابي منصرات بعدين يجي خاشي يورينا فهمه في الموضوع ده ما في آية شعبي بتعارض حديث صحيح ولا العكس أبدا المعنى السبل في أواخر العنكبوت لنهدينهم سبولنا يعني طرق الخير الخير ده ما عنده طرق الصلاة الزكاة الجهاد الصدقات غيرها دي طرق الخير فدي الآية معنى لنهدينهم سبولنا ربنا بيهديك إذا جاهدت فيه بيهديك سبل الخير أما لا تتبع السبل يا هول غوصل قلت لك جبال وحشرت لك فيه كمية من العفل يا هم ديل ديل لا تتبع السبل فما في تعارض أبدا فأي دول فارق الطريق المستقيم ده هو شنو يا شباب هو متطرف مش بيطرف شفتا كيف ده تعريفنا نحن بناء على النصوص لمعنى التطرف ده تعريفنا كده عرفتا أنا ماذا رندوم كتير وما من عادتي أتكلم كتير أصلا كويس ده رديك نبذى عن بعض المتطرفين لشعر نفتح الفرصة طوالة اللي لا شغل حار حار كويس كده الديني الديني وده لخطر متطرفين في السودان بالمناسبة السوفية الديني قلائد الذهب جيب كتاب قلائد الذهب الصفحة 78 الصفحة 77 أمسك ده طيب كده أمسك المايك ده ما علش انتبه طلاب عشان تعرفوا البلد ديماشيا لي وين وتعرفوا الحقائق كويس ده كتاب قلائد الذهب شوفوا كويس كتاب شنو قلائد الذهب قال شرحي توسل الشيخ محمد السمان تأليفه لأستاذ الشيخ عبد المحمود بن الشيخ نورة دايمة الطيبة 1515 يتوفى ويلده 1845 راجعه قال محمد سرور الشيخ الحفيان حققه الفدن محمد توم الفكي كويس الطبعة الثانية 2015 دي الكتب الكام بيطبعها الكيزان للصوفية 2015 هنا وراء شركة مطابع السودان للعملة خيلت معي يعني لو طبعوا لهم جينيه بتاع حديث ناكل بتي سالي كان أفضل من العفن دا والله العظيم شركة مطابع السودان للعملة هي البطرة على الكتب دي بتاعتها الصوفية 2015 جوا هنا في رقمي دا أنا ليه بقول الكلام دا مش أشعر أجل ربيك هوا ولا أجل ربيك زمن لا لا زي ما بقولوا الشباب لأن الصوفي بعدين حيجي نعطي لنا هنا زي ما أنت هشوف براك هاي يقول لا لا الكتب دي ما حقتنا والكتب دي لا 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 حقتك وأبقى راجل يتورد تعال بعدين يا صوفي أنا عارفك ما بتجي لكن جرب ولو مر بالغلط عرفتها؟ طيب وزارة التوجيه والوقاف ما علينا الطبعة الثانية رقم الإداع يهودا الترقيم الدولي يهودا أكتر من كده يا طلاب جامعة الخرطوم هل في توثيق علمي تاني أكتر من كده؟ ما في صح؟ لا يمكن بعد ده يجي الصوفي يقول الكتاب ده ما يحقبو يا الشيخ الصلاة يمكن إلا تكون ما عندك عقل أسمعوا الكلام ده عشان تشوف المضطرف بجته ومنه وهل دي على صراط المستقيم ولا لا وده الدين الرسمي في السودان للأسف الشديد وده الواجب إنه ينضربوا بيد من فرار مش من حديد ونحن لهم بحول الله تعالى وقوتي والله العظيم أسمع الكلام قال كرامات الرفاعي الشيخ الرفاعي الصفحة سبعة وسبعين أكتب الكلام ده عندك قال وقد حج رضي الله عنه مشي سنة خمسمائة خمسة وخمسة وخمسين هجريا نعم فدخل الحرم النبوي ووقف تجاه قبر المصطفى عليه الصلاة والسلام أها وقال السلام عليك يا جدي بالله جدك شنو هده مجنون وهل دي سنة تمشيناك تقول السلام عليك يا جدي لو بيقى جدك عديل هل دي سنة يا خيدي ما سنة السنة تقول السلام عليك يا رسول الله دي سنة قال السلام عليك يا جدي فقال له من قبره عليه الصلاة والسلام وعليك السلام يا ولدي النبي يتكلم من جوى القبر مع الصوفي قال له وعليك السلام يا ولدي قال سمع ذلك كل من حضر كما ما في ذلك سمع كالضاب كل من حضر فتواجد وبكى كويس قال فمد صلى الله عليه وسلم يده من جوى القبر قال مد يده فقبلها يعني الصوفي الرفاعي قبل يد النبي عليه الصلاة والسلام قال والألوف من الناس ينظرون كذاب مجرم ودي ما كرامة يا صوفي لو دار تجي تفتح باب نقاش بتاع كرامات نحن جاهزين لك والله جاهزين بفضل الله دي أصلا ما كرامة ده كذب ويفتراه على النبي عليه الصلاة والسلام فهمت طيب أسمع البعض وأنا بديك من كل كتاب نبذتين لشان ما أطول الدسوق البراي قال وبدسوقنا في قصيدة مصر المؤمنة ده الدسوق أسمع قال ومن كلامه رضي الله عنه ده عبد المحمود نور الدائم شيخ طابت المشى أنصار السنة لما انحفيدوا والخليفة بتاعه لما مات أجي لي العام زي الدولاب أربع ضغلف لما مات نصار السنة مش عزه هناك ولو في أنصار السنة هنا ونعارض بيكونوا في برضو بعد ذاك بعدين شد قاشك وتعال خاش يا نصار السنة مش رئيسك عثمان الماحي اسماعيل عثمان الماحي ومعاه شلة مش عزه ذلك المجرم الضال تعزي له وشنو يا زول ما قرأت الكتب دي قال بعدين تعال نوريك لو ما قرأت قالوا من كلامه رضي الله عنه أنا موسى عليه السلام في مناجاته قالنا موسى كذذي أشرحوا علينا زول اسم الدسوق كيف يقولنا موسى قالنا موسى عليه السلام وين في مناجاته لربه لما ربنا قال وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجية الصبية قال لك ده ما كان موسى في الحقيقة ده كان الدسوق لكن في الظاهر موسى وفي الباطن الدسوق أنا إحنا هذول بناخد كلام الله بناخد كلام الله ده موسى عليه السلام كيف تقول ده الدسوق ده ما كفر ده ما تطر فيها طلاب ده علاقته شنو بالإسلام كويس أنا علي في حملاتي أنا كل ولي في الأرض خلعته بيدي ألبسوا منهم من شيء قال قال لأ أعطى لو لي أديه لكلهم قال لأ أعطهم ولبس الدار ألبسه وداخل في الكلام ده الصحابة تخيل معي زول زي ده بيتكلم في الصحابة كلام زي ده كويس قال أنا في السماء شاهدت ربي مشيت فوق قال في السماء شفت الله لما نحن نقول أأمنتهم من في السماء أفصوفي يجي برطع وتعال بعدين لو دارت برطع في الصفات برضو جاهزين لك تعال لما نقول أأمنتهم في السماء يقول لا 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 ما تقوله الله في السماء وده طلع لأبوك يا أصوفي ما طلع قال لي الله تعال الله عن ذلك علوا كبير كفر بالله قال أنا في السماء شاهدت ربي وعلى الكرسي خاطبته كلمت مع الله عديل قال على الكرسي أنا بيدي أبواب النار غلقتها قال قفلت النار كلها إبليس مشاويني قاعد في روتانا سلام ولا الحاصي قال قفل النار كلها وبيدي جنة الفردوس فتحتها من زارني أسكنت جنة الفردوس وداري وصلك للنقطة ما بنزورك هذون أنت مجرم سائك ما عندك أي جنة قال من زارني أسكنت جنة الفردوس ومشا ليه قدام وكلام فارق ده التطرف ولا ما تطرف يا طلاق ده التطرف بعيني كويس جيب البعض الديني أزاهير الرياض طيب ده نفس الرجل أزاهير الرياض عبد المحمود نور الدائم بنفس الترقيم الدولي ووووالى آخيري كتاب موثغ يا صوفي يا صوفي تجي خاش الليلة لازم تخش والله لما خاش تبقى ما راجل زي ما وريتك إلا تخش الليلة يا أخي اعتبرنا اعتبرنا جبنا شبهات ولبسنا على أبيك الشيخ تعال دافعا عن الشيخ دي وأزيل الشبهات دي عن رؤوس الطلاب ولا ما كده أخوان وإلا تكون خليت الشغل في محلها وإنت مجب واجب بالنسبة لك تزيل الشبهات نعم تعال تعال أزيل الشبهات دي كويس أزاهير الرياض قال ذكر حكاية ونظير هذه الحكاية ما ذكره سيدي عبدالوهاب الشعراني وأنا جايق للشعراني أختم لك بيو ما ذكره سيدي عبدالوهاب الشعراني هذا توثيق للشعراني يعني عبدالمحمود نورد دايم بينقول ممنو من الشعراني والشعراني ذاته بجيبه لك قال في ترجمة السيدي الشيخ محمد الشيربيني آها قال لما ضعف ولده أحمد وأشرف على الموت حضر عزرائيل لقبض روحه ما يسمع عزرائيل لكن مشي قال حضر عزرائيل لقبض روحه آها قال قال له الشيخ قال لي منو لي عزرائيل ما للولد لي عزرائيل ارجع إلى ربك ارجع قال لي ربك شوف ذاته قلة الأتب إلى ربك ما قال إلى ربنا وكله كذل في كذل لكن قلة هذا بما محترم قال ارجع ارجع إلى ربك فراجعه فإن الأمر قد نسخ قال لي رجع لي الله قلت له الموضوع بتاع الزولة إنه يموت كده الموضوع ده نسخناه نحن كصوفية في الطريقة السمانية لغي أنا إنه زولة يموت شوفوا يا طلاب التطرف والكفر قال فرجع عزرائيل والله ما رجع انت كذاب ده ما ملقى الموت والله اللي بنعرفون نحن داك ما بيرجع يا زول داك إذا جاء إلا يشيلك معه والله ما بيرجع كويس قال فرجع عزرائيل وشوفي أحمد من تلك الوعقة وعاش بعدها ثلاثين عاما كفر بالله وتطرف تقيل وإيرام كويس الصفحة ميتين قال حدثني من أثق به من الفضلاء ما في صوفي واحد فاضل فضلاء شنو صوفي واحد فاضل ما في قال حدثني الحاج حسن ولا تبلول تلميذ العارف بالله السيد أحمد بن إدريس سيد أكين تأصوفي دا إننا ما يسوى شي القاطم بقر إننا ما يشغل يسكن محل ما داين قال سمعت سيد الشيخ أحمد الطيب رضي الله عنه يقول أحمد الطيب دا رئيس السمانية كله كبيرهم الذي علمهم الكفر كويس قال يقول طرحت علي تعرف طرحت 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 علي صحيفة من قبل الحق سبحانه وتعالى صحيفة جاي من وين من الله لأحمد الطيب مكتوب فيها بقلم القدرة سلام القولا من رب الرحيم إلى عبد أحمد الطيب شو الكفر والتطرف إلى عبد بدون جبريل جبريل ما جاء وما بيجي أصلا ولا لأحمد الطيب جبريل ما بيجي كيف ربنا يتكلم مع صوفي يا أخواننا الكلام دا يا ناس يا مسلمين تعالوا وروا الموضوع دا نمرق منه كيف كويس دا السودان ودح على السودان يا علماني البتي تقول ما تقول لي يا أخي كل شرك شرك كل شرك شرك بس إنت ما جايب خبر العزمات الحاصلة بسبب هذه الكتب والجوع الحاصل بسبب هذه الكتب بس إنت ما قادر تفهم وانا عمل لك شنو ما قادر تفهم قال طرحت علي صحيفة وما تجي تقول لي طبعا هذه الكتب نحن لا نقر ما فيها دا ما موضوعنا تجي تورينا نرايك شنو في الصوفية ما تقول لي لا نقر ما فيها لأنه بيجي كوز برضو يتلون انت تطبع له في مطابع العملة وتجي هنا لما نعصرك تقول له هذه الكتب لا نقر بما فيها دا ما يجرى منك يا كوز ها قال مكتوب فيها سلام قولا من رب الرحيم إلى عبد أحمد الطيب قد غفرنا لك ولوالديك وأهل قرابة قال قلت ظني في ربي أكثر من هذا قال فجاءتني أخرى تاني واحد جاءت فيها ما في الأولى والزيادة ولأهل قرابتك أجمعين قلت ظني في ربي أكثر قال فجاءتني ثالثة متضمنة لما في الصحيفتين لما في الصحيفتين وزيادة كل من عرف اسمك أي ذال عرف اسمه أحمد الطيب مغفور له أبشر يا طلاب أبشر بهذه البشارة الخاسرة الخائبة أي ذال قال عرف اسمه قال ده شنو مغفور له عليك الله ده ده يلا تعليق ده ده يلا دليل كتب سيدية انشروها في بلدنا ياخر المفروض نخجع لآخر جيب ألا آخر واحد لأنه ده عرفتها فرصة بزات لصوفية طيب ده شعراني ألقلت لك قبل يهود طبقات الكبرى للشعراني كويس هاي مده البور يقال وسيدي الشعراني الناشر لعلم الله في مصر المؤمنة مصر المؤمنة دي مده عصام أحمد البشير في كافوري في الجامعة بتاع كافوري مجمع النور قال وقد أفاض شيخنا البورعي في قصيدة مصر المؤمنة بأهل الله التي ذكر فيها العلماء والشعراء والأدباء كده نجم في ده الأدباء والذي حاجات تانيم يا عصام أحمد البشير تتورط معنا والله نشوف بقى شوية هل ده الأدباء والذي القليلين أدباء نشوف بقى شوية خليك معاي بس قال منهم قال الشيخ شعبان المجذوب ده قال ولي رغم كم ثمانية وسبعين دي اللوحة بتاعت الشيخ عثمان الشيخ شعبان المجذوب مهلو كان قال يقرأ صورا عير الصور التي في القرآن ده عنده قرآن براو جديد كرت ما زيل عندنا ده ذاته ده ما تطرف ما خلانا خلال القرآن وماشى بقى بطرف قال كان يقرأ وين على المنبر مش في بيت في المنبر فوق يقرأ صورا غير الذي في القرآن على كراس المساجد يوم الجمعة ما في مسجد واحد مساجد يوم الجمعة فلا ينكر عليه أحد ما تراويش ليه ما ينكر عليه نحن ما بنغليك بنجبك قال لا ينكر عليه أحد ليه ما تنكر عليه زول بقرة قرآن جائبه من رأسه ما ننكر عليه قال وكان العامي يظن أنها من القرآن لشبهها بالآيات في الفواصل يزول ما في كلام زي كلام الله الله قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثلي ولو كان بعضهم لبعض ظهير ياصوف قال وقد سمعته مرة يقرأ على باب داري على باب داري على طريقة الفقهاء أسمع القرآن بتاعه قال الذين يقرؤون في البيوت فصغيت إلى ما يقول فسمعته يقول ده قرآن قرآنه قال وما أنتم في تصديق هود بصادقين ولقد أرسل الله لنا قوما بالمؤتفكات يضربوننا ويأخذون أموالنا وما لنا من ناصرين كلام ركيق جدا ركيق والله لو نزلناه في قواعد النحو تلقمانا في مرة واحدة ستعرف إنه ده ما زي كلام الله أبدا ولا يمكن يكون زي كلام الله حسي ده قرآن عليك الله قال كان بيقول كلام زيدة قال وثم يقول اللهم اجعل ثواب ما قرأناه من الكلام العزيز في صحايف فلان وفلان يقول أنت مجنون صحايف فلان وفلان شو ترجمة نانسي قنقر